بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا رؤية نفش الكبور وفتح القبر في المنام طيب نفش الكبور في المنام قد يدول على المطالب والرغبات والمطالبة بها فمن رأى انه ينبش قبر حتى يصل الى ما بداخله فيجده حيا كان مطلب خير وفيه بر وحكمة ومال حلال اما رؤية فتح القبر في المنام ويجد من بداخله ميت فبتدول على مطالب لا خير فيها رؤية فتح القبر الميت في المنام واجاده حي بيدول على استعادة حق مسلوب للرأي او رجوع امر يأس منه اما من رأى انه ينبش قبر معلوم فيجد فيه ميت او رفاة بذل ذلك على تمريض مريض قد يأس الاطباء من شفاءه او ساجين قد حاكم عليه حكم مؤبد والله تعالى اعلى واعلم نبش القبر المجهول في المنام ان كان فيه ميت دل على نقاش منافق او كافر فيما بتدل رؤية نبش الكبور وصرقتها في الحلم على ان الرأي تعدى على حرومات الله طيب مرأ انه اراد ان ينبش قبر ولم يستطيع دلت رؤياه على ان نفسه تروضه على معصية ويتوب عنها برانا ينبش قبر احد الصالحين او الانبياء في المنام فهو ينشر وصياهم ويعلمها للناس طيب يقول الشيخ النابولسي نبش الكبور في الحلم قد يدل على اتباع نهج الميت وسرته ومن رأى انه ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فهو يتبع سنته ويطلب علمه الا ان يصل الى العظام او يكسرها فهو صاحب بضعة وضلالة حسب تعبير الشيخ النابولسي ومن نبش في المنام قبر كافر او صاحب بضعة فهو يطلب مذهب اهل الضلالة والبضعة ويتبعهم خاصة ان افضى نبش القبر الى جثة نتنى ذات رائحة او غائط او ما شابه ذلك والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة